إذن الإجراءات العراقية لمواجهة التهديدات الإسرائيلية سبقتها اتهامات وتأكيدات وتحذيرات سنلخصها الآن شكوى عراقية ورسالة إسرائيلية كلاهما في مجلس الأمن الذي يبدو أنه سيكون ساحة صراع عراقي إسرائيلي في الفترة المقبلة والخوف أن يتحول الصراع من سياسي إلى عسكري الشكوى العراقية التي كانت بأواخر أكتوبر الماضي كانت بشأن خرق إسرائيل للمجال الجوي العراقي خلال ضربة نفذتها على إيران أما في تفاصيل الرسالة الإسرائيلية طالبت تل أبيب مجلس الأمن اتخاذ إجراءات فورية بشأن نشاط الميليشيات الموالية لإيران في العراق والتي تستخدم الأراضي العراقية لضرب إسرائيل وأضافت في رسالتها أن الحكومة العراقية مسؤولة عن كل ما يحدث على أراضيها وأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها العراق بدوره اتهم إسرائيل بأنها تريد التذرع بشعار وحدة الساحات للاعتداء عليه وتهدف إلى إظهار الحجة في حال نفذت إسرائيل أي ضربة على العراق وجددت بغداد رفضها استخدام الأراضي العراقية لمهاجمة أي دولة أخرى يأتي ذلك كله بعد أن كشف مصدر حكومي عراقي لإعلام محلي عن وجود ضغوطات أمريكية وصفها بالكبيرة وتهديدات إسرائيلية لمنع الفصائل المسلحة العراقية من استخدام الأراضي العراقية لضرب أهداف داخل إسرائيل فيما كشفت صحيفة معارف الإسرائيلية عن وجود مخاوف بإسرائيل من أن إيران قامت بالفعل بتهريب صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى العراق كرد على الضربات الإسرائيلية في إيران ترجمة نانسي قنقر